إلينا الآن من بلدة قوزح في جنوب لبنان مراسلنا هناك علي رباح علي ما الذي يجري في هذه الساعة؟ روايدة بحسب المعلومات هناك حدثان أمنيان في القطاع الغربي طبعا هذه هي المعطيات الأولية دعينا نشير بداية إلى أننا كنا ننتقل من القطاع الأوسط إلى القطاع الغربي ولكن الجيش منعنا من التقدم طبعا عند حاجز بلدة راميا لأن بالقرب من الحاجز تعرضت المنطقة إلى القذائف وبالتالي قطع الطريق من أجل سلامة الناس تشاهدون الآن على الكاميرا خراج بلدة تعيت الشعب وراميا هذه البلدة فورا وصولنا إلى هنا كانت محيطها يتعرض للقصف لا نعلم حتى هذه اللحظة إذا كان حزب الله أطلق ساروخ باتجاه تلة الراهب طبعا هذه التلة كانت تعرضت من قبل أو موقع الراهب الإسرائيلي كانت تعرضة من قبل لإطلاق صواريخ من حزب الله لا معلومات لدينا حتى هذه اللحظة ولكن كانت مجموعة من القذائف تتساقط على خراج بلدة عيت الشعب وأيضا بلدة راميا أما الحدث الثاني فهو في أقصى القطاع الغربي وتحديدا قبلت بلدة النقورة بحسب المعلومات وهي معلومات أولية أيضا أن دفعة من الصواريخ انطلقت من تلك المنطقة باتجاه النهارية قد تكون انطلقت من منطقة علم الشعب أو خراج علم الشعب أو حتى من سهل القليلة لا معلومات حتى هذه اللحظة ولكن أيضا أطراف تلك البلدات تعرضت للقصف طبعا نحتاج إلى بيانات نعم من حزب الله أو من الفصائل الفلسطينية بما أن تلك المنطقة وتحديدا سهل القليلة هي منطقة عمل الفصائل الفلسطينية بالقرب من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعادة إطلاق الصواريخ من تلك المنطقة تكون موقعة من قبل الفصائل الفلسطينية إذن حدثان أمنيان على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة في هذه الأثناء توقف القصف ربما منذ حوالي العشر دقائق ولكن علمنا بأن القصف في محيط علم الشعب مازال متواصلا حتى هذه اللحظة أيضا دعينا رويدة نشير إلى أن حزب الله قد أعلن قبل قليل عن استهداف موقع المنارة في القطاع الأوسط وتحديدا قبالت بلدة ميس الجبل حيث كانت آخر رسالة لنا طبعا كان استهدفها بصاروخين أو بصواريخ موجهة قال بأنه حقق إصابات مباشرة أيضا الجيش الإسرائيلي قام بعد إطلاق هذه الصواريخ بالرد على إخراج بلدة ارميش وعفوا بلدة ميس الجبل وأيضا بلدة حولة عموما يعني ربما يمكن القول بأنه في اليومين الأخيرين رويدة باتت الحدود من أقصى القطاع الشمالي إلى أقصى القطاع الغربي تشهد بطبيعة الحال أحداث أمنية إن كان بالصواريخ الموجهة الكورنت وهي التي يعني عادة ما تستكبع ببيانات لحزب الله ويستهدف فيها إما ثكانات عسكرية أو دبابات أو تجمعات لعسكريين إسرائيليين بحسب البيانات السابقة أو من خلال صواريخ يعني هذه الدفع من الصواريخ بحسب المعلومات هي صواريخ لا تشبه تلك التي يطلقها حزب الله وبالتالي هناك اعتقاد بأن الفصائل الفلسطينية هي التي أطلقتها نحتاج إلى مزيد من الوقت لنتأكد من كل تلك المعلومات رويدة شكرا علي رباح من بلدة قوزح في جنوب لبنان